راشد من العين يقول في حرم عندنا ما جاه أولاد وقامت وراحت للشيخ مسعود يقول هذا في الجاهلية قبل يقول والله عطاها وزارت الشيخ مسعود وشيء من هذا القبل يقول ماذا عليه يا راشد بارك الله فيك الذي يهب الأولاد هو الله لا جبريل عليه السلام ولا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فضلا عن هذا الذي يسمى مسعود وما يدره وشهو الذي يهب الأولاد هو الله يقول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما اللي يرزق هو الله سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى ولذلك هذه الحرمة اللي عندكم طبعا الآن الواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والواجب عليها أن تبرأ إلى الله عز وجل مما فعلت في جاهليتها والواجب عليها أن تبرأ إلى الله من الذهاب إلى هؤلاء المقبورين والواجب عليها أن تعتقد حرمة سؤال المقبورين أو النذر لهم لا يجوز و يحرم للإنسان أن ينذر للمقبورين هذا من الشرك الأكبر لا يجوز و يحرم للإنسان أن يذبح للمقبورين هذا من الشرك الأكبر لعن الله من ذبح لغير الله لا يجوز لأحد أن يأتي إلى مقبور ويقول له أنت عندك وجاه ومنزل عند الله يعني أسألك كذا وكذا أن الله يعطيني كذا هذا والعياذ بالله من الضلال المبين نسأل الله السلام والعافية لذلك هذا الذي بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام لإبطاله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش كان يعرفون الله ويحبون الله ويخافون من الله لكن كان يشركون في العبادة عندهم أصنام عندهم أوثان نفس بعض القبور الآن اللي يتجه لها بعض المسلمين الله يهدينا وإياهم يذهبون إلى المقبورين يقولون هؤلاء أولياء هذول عندهم منزل عند الله فيدعونهم من دون الله عز وجل هذا الذي بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم لإبطاله ولذلك لما حاججه من نبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة جعلوهم وصائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فلابد على الحرمة هذه أن تكفر بهذا العمل تكفر بهذا العمل الذي فعلته وتعتقد بطلانه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك أحياناً يبتلى بعض الناس نسأل الله العافية حرمة ما يجيها ولد يعني يقولون لها روحي لعند الولي الفلاني وعند القبر الفلاني فيبتليها الله يرزقها الولد فتفتم بهذا المقبور مثل ما كان أهل الجاهلية لما يأتون يذبحون للأصنام ينزل المطر فكانت فتنة عظيمة ولذلك الشيطان أحياناً يلعب بهذه العقول يلعب بهذه القلوب عموماً الحمد لله اللي الله عز وجل فسح في عمرها ومد في أجلها حتى تتوب إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يعلم جميع المسلمين بأن الذي بيده النفع والضر والإعطاء والمنع وبيده الولد وبيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى وهذا ما يبنع الإنسان يتخذ الأسباب الطبيعية العادية تروح للمستشفى تروح للطبيبة تأخذ أدوية هذا غير ممنوع هذا مسموح ولللحم لكن من وراء الأسباب تروح المقبور وتروح الشجرة تروح الحجارة بعض الناس وللأسف يروحون يروحون لحجارة صماء بكماء يعتقدون فيها والعياد بالله البركة بعض الناس يروحون للشجرة يعتقدون فيها البركة ويسألونها من دون الله أو يتمسحون فيها بعض الناس يذهبون إلى القبور نسأل الله العافية والسلام هذا كله من الشرك الذي بعث الله محمداً لإبطاله ولبيان ضده وهو توحيد الله سبحانه وتعالى